مرض السكري من النوع الثاني يأخذون الإنسولين كعلاج أساسي لمرضهم لذلك ضروري جدا أن نتعلم أو نعي كيفية التعامل مع هذه المادة البروتينية التي تتأثر كثيرا بالحرارة الشديدة والبرودة الشديدة يفضل كثيرا أن يخزن الإنسولين في داخل الثلاجة بدرجة حرارة 2 إلى 8 درجة مئوية وهذا يتحقق عند خزن الإنسولين في الرف الثاني أو الثالث من الثلاجة وبالتالي نتجنب تعرض الإنسولين إلى هذه العوامل التي تؤدي إلى فقدان فعاليته بالنسبة لقلم الإنسولين المستخدم بإمكان المريض حمله معه في درجة حرارة الغرفة أما الأقلام غير المستخدمة فضروري حفظها في الثلاجة